عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ومعه ممثلي حزب الاصلاح في المجلس العرادة والعليمي ومجلي عقد لقاء بالقيادات الرسمية والسياسية والشعبية في محافظة مأرب وقال العليمي أن مأرب هي بوابة النصر الرئيسية نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنع وكل محافظات الشمال من سيطرة ميليشيا الحوثي وأشار إلى أن ذلك بسبب اصطفاف مكوناتها والتفاهم إلى جانب الشرعية واحتضانها للمشروع اليمني والمقاومة الشعبية ضد التمرد والانقلاب الحوثي مشددا على تعزيز الجبهة الداخلية في مأرب وأشاد العليمي بجهود الأشقاء في التحالف العربي إلى جانب الشعب بالدفاع عن مكتسباته الوطنية والتخفيف من معاناته الإنسانية التي صنعتها الميليشية الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني اشتركوا في القناة